حرب الموانئ يتهم التحالف العربي ميليشيا الحوثي بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وكشف مركز إسناد السعودي للعمليات الإنسانية الخاصة باليمن عن احتجاز ميليشيا الحوثي 19 سفينة تحمل ما يقارب 200 ألف طن من المشقات النفطية سفير السعودية لدى اليمن المدير التنفيذي لإسناد محمد الجابر أكد استخدام ميناء الحديدة من قبل الحوثي كأداة حرب ضد الشعب اليمني وموردا ماليا لإطالة أمد الحرب وتهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية بهدف استهداف المملكة لكن التحالف العربي المسيطرة على الموانئ اليمنية المحررة من ميليشيا الحوثي يواجه اتهامات من جهات في الشرعية ومنظمات دولية باستخدام الموانئ كوسيلة الإضعاف الشرعية والقيام باتخاذ إجراءات تعرقل عمل الشركات التجارية فالوكالات البحرية الملاحية العاملة في حضرموت حذرت من عواقب تأخر سفنها في الرسو على أرصفة الميناء ويأتي هذا التحذير بعد مماطلة التحالف العربي في منح السفن التراخيص أمنية وهو الأمر الذي يكبد الشركات التجارية خسائر مالية باهضة تتهم تقارير دولية ميليشيا الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية وعرقلة وصولها إلى المناطق المحررة بينما تشير تقارير أخرى إلى استخدام التحالف الموانئ اليمنية لمآرب لا إنسانية لكن المؤكد أن الخاسر الأكبر من لعبة الموانئ بين ميليشيا الحوثي والتحالف هي عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية موسيقى